في ظروف طبيعية اسمحوا لي أنا بأتكلم مش بس في الكرة بأتكلم في العموم يعني دي ثقافة يعني أتمنى أنها تتغير فكرة أنك أنت تكسر في كل شيء ناجح بدل ما تحاول تكتهد بدل ما تحاول تقلد بدل ما تحاول تشوف وتعدد الأسباب اللي وصلت الشخص ده أو المؤسسة دي أو الكيان ده أو الندي ده نجح ليه وتشتغل على نفسك عشان تقلده فتستسهل فتحاول تشوه أي حاجة نجحة أو أي حاجة كويسة على فكرة جماعة في الظروف الطبيعية وأكلمكم بجد أي نادي يوصل نهاية دوري أبطال ثلاث نسخ متتالية ده نجاح عظيم بصرف النظر عن نتيجة وأعتقد أنه إحنا عارفين لو المباراة دي تلعبت كانت في ظروف طبيعية فيها عدالة وفيها تكافؤ فرص كان ممكن جدا جدا والاحتمال الأكبر كانوا الأهلي يتوق بالثالثة على التوالي مين نادي في أفريقيا وصل في آخر عشر سنين آخر عشر سنين أنه يلعب سبع نهائي دوري أبطال ويجيب أربعة منهم ويجيب معهم كونفيدرالية فبالتالي الحملة الممنهجة دي لما شوفها على فكرة بتحصل مع أندية تانية بتخرج من دور المجموعات أو بتخرج من دور التمانية ولا بتخرج حتى من قبل النهائي أفهم وتوقع ده لكن لما شوف حملة ممنهجة من ساعة نهاية المباراة اللي تعملت في ظروف غير حيدية وغير طبيعية ضد الأهلي وضد جهازه الفني وضد لعبته ونجومه وضد إقدارته أعتقد أنه ده شيء محدش يقباله أبدا اسمحوا لي راحب بضيفي النهاردة ونجمي كابتن أشرف ممدوح نتكلم معاه في اللي جاي لأنه أنا يهمني جداً اللي جاي ويهمني ما نتأثرش بالمطب ده عندنا مطبات أصعب وأمنة أقوى وده اللي يهمني وأعتقد أنه يهم كل الأهلوية اللي بتحب وبيتغير على فرقتها وعايزها دايماً في المكانة والمرتبة رقم واحد بسأل خير أشرف وأهلاً بيك بسأل خير يا أحمد السعيد بجودي معاك دايماً وطبعاً على شاشتنا شاشت قد ننهد الأهلوية ننور الدنيا مش هقولك لهارد لك لأنه يعني أنا قلت في بداية الموضوع ما لهش علاقة بالك لا بالهارد ولا بالبهد على الإطلاق والموضوع كان ممنهج بس بالتأكيد يعني عايزة أقف معاك شوية في ردة الفعل لأنه أنا شايف أن ردة الفعل لا تتناسب إطلاقاً مع الظروف اللي تلعبت فيها المباراة مع الإنجازات والنجاحات اللي حققها النادي الأهلي على مستوى الكرة في السنوات الأخيرة أو لجيل تحصل لجيل ده في العليم والعشر سنين اللي تكلمت عنهم والعشر سنين الأخيرة بشكل كبير خليناً في البداية بس يعني أنا مجدتش رجع ناس التاريخ لأنها رجعت التاريخ على نوعك كثيرة يعني عايزين حلقات وضشور يعني مش أيام خليناً أتقدم بس بخلص عزائي اللي زملنا طبعاً نقد رياضي محمد أبو علي يعني وفات والدته طبعاً يعني يا ربنا يرحمها برحمته الوسعى ويصبره طبعاً يعني واحد من ناس المحترمة جداً يعني حياة محمد يعني خسارة الأم والأب بتبقى صدمة صعبة جداً يعني ربنا يصبره طبعاً إن الله وإن الله يرجعون طبعاً هارض لك للنادي الأهلي وجمهيره يعني كلنا الحياة من مبارح يعني في حالة حزن الشديدة جداً وعايز أقول لك أنه من بعد المباراة أنا حاس نمص كلها حزينة يعني وقد نظر عن القلة يعني خاني أتكلم عن قلة لأن جمهير النادي الأهلي الوفية لا والفهمة وعرفة قيمة النادي الأهلي لا حزينة فعلاً وعارفة إنه النادي الأهلي بزل مجهود كبير جداً جداً الفترات اللي فاتت وإن النادي الأهلي يعني اسمح لي أضيف بس على الجزء الصغير اللي أنت قلته واللي أنا حاوله برضو صغير جداً جداً في قيمة النادي الأهلي لأنه لازم جمهور النادي الأهلي في كل مكان وجماهير الكرة في الوطن العربي كله تعرف قيمة النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي النادي الأهلي أقرب منافسي مثلاً في الدور المحلي تتكلم عن 29 سنة عشان يوصل أقرب منافسي ليه 29 موسم تتكلم في 42 بطولة وأقرب منافسي ليه عشان يوصلوا سنين طويلة جداً 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 هذا لو العالي ليه موجود أساسي بتتكلم في الكاز مصر نفس يعني لو تتكلمنا في مثلاً ساق 18 سنة أو 20 سنة تقريباً برضو 20 موسم عشان تقدر توصل البطولة القرية تتكلم ده في محلي البطولة القرية أنت فارق عن أقرب منافسيك خمس بطولات في العشر سينجلي فاتوا بتكلم في سبع مباريات أو سبع نهائيات تحصل عليهم أربع مواسم منهم مواسمين اللي فاتوا السوبر المصري عشرة السوبر الإفريقي تمن مرات يعني لو عدنا نعد أو نعدد بطولات النادل الأهلي على المستوى المحلي أو على المستوى القاري أو حتى على المستوى العالمي لا هنتكلم كتير جدا جدا أنا عايز أقول ده ليه لأنه مش عايز الجمهور النادل الأهلي الوافي جدا ده يزعل بالشكل الكبير ده هو صحيح أنه بنزعل لما بنخرج من بطولة نخسر بطولة لأنه ما بنخرجش من البطولات الحمد لله بشكل مهي نحن دايما بنوصل للنهايات ولازم تفتخر ولازم تعتز قوي قوي بانتمائك للنادل الأهلي لأنه النادل الأهلي كيان كبير جدا جدا في أفريقيا وفي الوطن العربي كيان أنت يستحق أنك تفتخر وتتشرف أنك بتنتمي لي فلازم يكون فيه فخر كبير جدا جدا وفيه اعتزاز شديد جدا جدا وفيه حزن كبير جدا من جميل النادل الأهلي ولكن بخوف وانتماء وده اللي حنقوله الفترة أنا عايز أقرأ معك وجهة النظر يعني إحنا فيه كذا زاوية ممكن نشوف منها اللي حصل وكلنا نستفيد جماهير إدارة جهاز فني لعابين اسمح لي أروح للفصل ونرجع بقى ندخل ونبتدي كلامه ترجمة نانسي قنقر